وقت اللي وكالة إخبارية سياسية متل رويترز تنشر خبر عن صدور توزيعة لينوكس فالموضوع بيكون فيه إلو صدى خاص وبعد أكبر من البعد أو المجال التقني خاصة إنه التوزيعة اللي نحنا بصاددها هي توزيعة صينية ونحنا في عنا توزيعة ديبن الصينية الموجودة من فترة كبيرة بس من كام يوم من أقل من أسبوع بالتحديد صدرت توزيعة جديدة اسمها OpenKeylin أو OpenKeylin مبنية بالكامل من الصفر بالاعتماد على لينوكس فروم سكراتش واللي هو للناس اللي ما بتعرف ليس عبارة عن توزيعة مستقلة بحد ذاتها وإنما دليل عن كيفية بناء لينوكس من المصدر بس شو هو السبب اللي بيدفع موقع إخباري سياسي أو وكالي سياسية مثل رويترز ليخصص مقال عن توزيعة لينوكس هذا الشي اللي دفعني لإحكي عنها وليس لغاية أني أعمل ريفيو عن التوزيعة أو أنصح باستخدامها وإنما هذا الفيديو رح يكون عبارة عن شوكيس عن OpenKeylin فأكيد واضح تماماً أنه الهدف الرئيسي من إصدار التوزيعة هو هدف سياسي بتحاول الصين عن طريقه أنها تستقل تماماً عن الغرب وبالتحديد الولايات المتحدة ورغم أنه توزيعة ديبين هي كمان توزيعة صينية إلا أنها ببداياتها كانت مبنية على أوبونتو وبعدين انتقلت لتستخدم ديبيان وبالتالي فهذا الشي ما بيجعلها صنعت في الصين 100% في حين أنه OpenKeylin ما لها مبنية على أي توزيعة تانية وبتستخدم مستودعاتها الخاصة واشتغل عليها بما يقارب 4000 مطور ومطورة والتوزيعة بيتم استخدامها ببرنامج الصين الفضائي وبقطاعات الاقتصاد والطاقة الصينية الموقع الرسمي للتوزيعة اللي هو OpenKeylin.top ما بيعطي معلومات كتيرة وكافية عن التوزيعة بس أول شي لفت انتباهي هو وجود إحصائية عن عدد المستخدمين الحاليين للتوزيعة وبالأخذ بعين الاعتبار أن التوزيعة جديدة فهذا الكلام مباشرة خلاني أطرح سؤال على نفسي عن ما إذا كانت التوزيعة بتجمع أي بيانات عن المستخدم أو لا وللأسف فما في أي طريقة مباشرة لنتأكد من هاد الشي بسبب قلة المعلومات المتوافرة عنها وحدة من الطرق اللي ممكن نستخدمها لنعرف ما إذا كان في نقل بيانات للسيرفرات التوزيعة هو استخدام برنامج مثل ويرشارك بس للأسف أنا ما بعرف استخدم البرنامج وحل البياناته المهم إذا رحنا لرابط داونلودز بالصفحة رح نشوف أنه التوزيعة بتدعم عدد كبير من المعماريات ومن بينها معالجات ARM ومعالجات RISC 5 إلى جانب معالجات 32 و64 بيت التقليدية بس لتحميل ملف الايزو من الأفضل عدم الضغط على زر داونلودز اللي موجود بهاي الصفحة وإنما الأفضل أنه الواحد يروح لرابط ميرورز ويختار منه المعمارية المناسبة وواحدة من الميرورز الموجودة بالاتحاد الأوروبي لأنه الضغط على زر داونلودز الزر الرسمي دا زر داونلودز بطيء جدا لغاية أنه عملية التنزيل رح تاخد ما يقارب بين الـ 8 والـ 12 ساعة لأنه حجم ملف الايزو بيتجاوز الأربعة جيجا فمثل العادة قمت بتثبيت التوزيعة على هاردوير فعلي وعملية التثبيت كانت بغاية البساطة والسلاسة والفضل راجع لأنه بالإضافة للغة الصينية ففيه كمان إمكانية اختيار اللغة الإنجليزية أثناء عملية التثبيت وبعد اختيار لغة التثبيت قمت بإدخال اسم المستخدم واسم الجهاز وكلمة السر والمنطقة الزمنية وبعدها بخطوة الـ Partitioning اخترت كامل الأورص الصلب بدل ما روح مع التأسيم اليدوي المخصص فعالت خيار فرمتة الأورص بالكامل وبعدها ابتدت عملية التنصيب اللي عطت شريط Progress جميل بعد ما يقارب بعشر دقايق كانت عملية التثبيت منتهية وبعد ما شلت الفلاشة وعملت إعادة تشغيل للجهاز طلعت Splash Screen بغاية الأناقة والبساطة وصوت تشغيل ذكرني بأيام الWindows XP التوزيعة تستخدم واجهة رسومية اسمها UKUI واللي هي برأيي من أجمل الواجهات الرسومية اللي شفتها بعد واجهة Deepin Desktop Environment وبتجي مع عدد من البرامج المثبتة مسبقاً لحتى تبتدي باستخدام الكمبيوتر مباشرةً بعد التنصيب أما اللوك فهو اللوك تقليدي مشابه لويندوز مع شريط حالة أو شريط مهام بأسفل الشاشة وقائمة تطبيقات مشابهة لقائمة إبدأ بويندوز مع إمكانية اختيار طريقة عرض التطبيقات بالشكل اللي بتشوفه مناسب لاحتياجاتك إما بترتيب أبجدي أو بالاعتمال على التصنيفات أو عرض كافة التطبيقات وبالقسم الأيمن من المينيو أو القائمة منشوف وجود التطبيقات المفضلة وآخر الملفات المستخدمة وزر إعادة التشغيل اللي كمان موجود بشكل مكرر بمركز الإشعارات البرامج اللي بتجي مع التوزيعة بعضها خاص بواجهة UKUI وبعضها برامج صينية مثل حزمة WPS لبرامج الأوفيس وبعضها من واجهات تانية مثل تيرمينال ماتة أو ماتة تيرمينال أما الأهم فهو متجر التطبيقات الخاصة بالتوزيعة اللي بيحتوي على عدد كبير فعليا من التطبيقات أغلبها ما ليسمعان فيها أبدا وأغلب البرامج الشهيرة اللي بنستخدمها بشكل يومي غير موجود بالمتجر فبرامج مثل LibreOffice Game OBS كل هاي البرامج غير موجودة بالمتجر بس المتجر بيحتوي على تطبيق خاص بتطبيقات الجوال تطبيقات الأندرويد اللي بعد ما تضغط عليه للمرة الأولى تطلع رسالة إنه جاري تهيئة النظام وبعدها رح يسمح بتثبيت تطبيقات أعتقد إنها تطبيقات أندرويد بس أغلب التطبيقات اللي بنستخدمها بشكل مستمر وبشكل يومي غير موجودة لأن المتجر بالأساس صيني وبيستخدم أو بيعرض فقط تطبيقات صينية أو متواق أو موافق على استخدامها بالصين والمتجر بيحتوي على بعض الإعدادات اللي لسبب الترجمة اسمها Set بدل Settings أو Configuration بيسمح بإمكانية البحث عن التحديثات بس شو هي التحديثات اللي بدور عليها ما عندي أي فكرة لأن ببرنامج الإعدادات الخاص بالتوزيعة كمان في عندي قسم تحديث أو قسم Upgrade اللي أصهر إنه في عندي تحديثات في حين إنه الضغط على Search for Updates بالمتجر طلع عندي إنه النظام Up to Date فشو هي العمليات الأبديت اللي بيعملها المتجر واللي بيعملها Settings App ما بعرف أو شو الاختلاف بينها وبالحديث عن برنامج الإعدادات فهو برنامج متكامل بيسمح بإمكانية تخصيص النظام بشكل كامل باستثناء تغيير لغة النظام لأن النظام حالياً بيدعم بس اللغة الصينية والإنجليزية أما باقي اللغات مثل اللغة العربية لاستخدامها كلغة نظام أو كلغة واجهة للنظام فهي حالياً ما لها مدعومة بس إمكانية إضافة كيبورد عربي فهي بغاية البساطة والسهولة يعني ممكن أنك تكتب باللغة العربية والشيء الملفت للنظر هو وجود قسم البيانات الحيوية أو البيومتريكس مثل قارئ البصمة أو ماسح القزحية لأن التوسيعها بتدعم وضع التابلت وكونها بتدعم معالجات ARM فهات شي جميل نشوف الاهتمام بشاشات اللمس وقارئ البصمة مع أني ما جربت التوزيع مع شاشة لمس بس كمان في عليها أون سكرين كيبورد أنا شفته واحد من أفضل الموجودين على أي توزيع تلينوكس تانية وباعتبار أن الوضع الداكن أصبح من أساسيات كل نظام تشغيل فأوبين كايلين فيها وضع داكن متكامل بالإمكان تفعيله مباشرة من مركز الإشعارات اللي كمان بيسمح بإمكانية الانتقال بين وضع الديسكتوب ووضع التابلت وبيحتوي على سلايدرات لتغيير سطوع الشاشة ومستوى الصوت بالإضافة طبعاً للإشعارات أو التنبيهات وإمكانية أخذ لقطة شاشة مباشرة من مركز التنبيهات بس أول سؤال خطر على بالي وقت سمعت عن التوزيع أنه باعتبار أنها توزيع مستقلة فيا ترى شو هو مدير الحزم أو الباكيج مانجر اللي موجود فيها لحتى أقدر سبت برامجي من الترمينال وخاصة أنه المعلومات المتوافرة حالياً عن التوزيع قليلة جداً فقالت خلينا نجرب فباعتبار أنه التوزيع معتمدة على اللينوكس فروم سكراتش فهذا الكلام معناه أنه الفريق المطور بإمكانه يكون قايم بإضافة أي مدير حزم بالدويا ففعلياً رحت وأول مدير حزم جربته اللي كان هو APT اشتغل معي لحتى سبت البرامج APT اللي هو الخاص بديبيان أو أوبونتو بس هل هذا الكلام معناه أنه التوزيع مبنية على ديبيان باعتبارها بتستخدم APT فالجواب هو لا لأن المستودعات المستخدمة هي مستودعات أوبين كايلين وليست مستودعات ديبيان فهذا الكلام لسه بيخلي التوزيع مستقلة رغم أنها بتستخدم باكيج مانجر من توزيعات تانية فباستخدام مدير الحزم APT كنت قادر أني سبت فلات باك وهذا الشي فتح مجال لتثبيت عدد غير محدود من البرامج الضرورية مثل LibreOffice والOBS والGame والتخلص من نسخة Firefox اللي جاية مسبتة بشكل مسبق على التوزيع بس بإصدار قديم جداً 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 يعني الإصدار الموجود عليها هو 102 ونحن حالياً موجودين على الإصدار 115 شو سبب اختيار هذا الإصدار ما عندي أي سبب وبالمناسبة فنسخة الكيرنل الموجودة على هاي التوزيعة هي 6.1 نسخة LTS بس صحيح أني قدرت ثبت الفلات باك وهذا عطاني عدد غير محدود من البرامج بس حزم تانية مثل تعريفات انفيديا رغم أنها موجودة بس عملية التثبيت فشلت وفشلت وفشلت يعني ما قدرت أني ثبت تعريفات انفيديا أو برامج تانية ضرورية مثل xdg-disktop-portal كمان عطاني error تعارض مع dependencies فمبدئياً لسه ما بعرف كيفية حل هاي المشكلة باعتبار أنه التوزيعة لسه ما استخدمتها غير ما يقارب الـ 14 ساعة فلسه ما أخضت فيها لحتى أشوف كيف ممكن أني أتجاوز هاي المشاكل فمختصر الكلام التوزيعة موجهة بشكل أساسي للسوء الصيني وهذا الشيء واضح تماماً من نوعية البرامج سواء المثبتة بشكل مسبق أو المتوافرة بالمتشر الخاص بالتوزيعة أو حتى تطبيقات الاندرويد كلها تطبيقات صينية وكونها ما زالت بأول إصدار لها فهي أكيد ما زالت بحاجة لكثير من الشغل لتنضج بس هل أنصح باستخدامها بشكل يومي؟ فالجواب القطعي هو لا لسبب أنه ما في أي معلومات عن التوزيعة ما في documentation وما في أي معلومات عن البيانات اللي ممكن تكون التوزيعة عم تجمعها وتبعتها للحكومة الصينية والنقص الكبير بالبرامج اللي منحتاجها بشكل يومي هذا عامل تاني بعدم تفضيل التوزيعة أما بخصوص واجهة UKUI فبالإمكان أنك تثبتها على أي توزيعة تانية مثل Arch Linux أو أنك تستخدم توزيعة Ubuntu Kylen اللي هي بالأساس يعني بتعطيك كل شي موجود بـ Ubuntu بس مع واجهة UKUI العصرية وبأمان الله